المجتمع الدولي بعد الأزمة المالية كم من سنة عاد إلى المربع الأول الذي كانت تنادي به الجزائر وفق مقاربة دبلوماسية تنطلق من حكامة دبلوماسية من معقولية دبلوماسية من مبادئ تحولت إلى عقيدة لا تخيض عنها وهي أن كل نزاعات الموجودة على مستوى النسق الدولي أو على مستوى النسق الجهة والإقليمي مثلاً في مالي أو في ليبيا إعمالها أو حلولها تقوم على أساس مقاربة سياسية سلمية ممثلة الولايات المتحدة إيمينوال تاشكو أكدت أن الحلول الأمنية لا تكفي لحل مشاكل المنطقة بما في ذلك التحديات الاقتصادية والسياسية في مالي مشيرة إلى ضرورة السعي لتطبيق اتفاق الجزائر لضمان الاستقرار لدول الساحل من المسوش أيضاً من زاوية أخرى بأنها تنتظر انتخابات في جوان انتخاب الرئيس الجديد في جوان التي سوف تكون انتخابات مفصلية لمستقبل مالي على الأقل على بعد متوسط المدى على بعد عشر سنوات سوف تشكل صمام الأمن لاستقرار مالي واعتقاد بين المجموع الدولي وفق المقاربة الجزائرية قد عادت إلى الحل الصحيح في مالي وهو جمع الماليين على طاولة مفاوضات بإعمال حلول سياسية سلمية لإعادة بناء الدولة المالية العديد من الأطراف بمجلس الأمن أكدت على الأهمية البالغة لتجسيد اتفاق الجزائر وبرورة استعمال جميع الأدوات العقابية لكل من يقف في وجه تجسيد هذا الاتفاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر